انا عادة في مصر هنا في كرة المصرية يعني اشوف مثلا رئيس النادي 70 سنة وانت طالع فيش مالة كلهم محترمين وكلهم ناس عظيمة يعني مش بدي اسقاط على ده بشوف مدرب يتقل دائما عن مدربين الشباب اللي عندنا يقولك المدرب الشاب اللي عنده 55 لحد 60 سنة ده حتى اللعيبة عندنا بقت كبيرة تمام فكرة ان انا وانا داخل الهواء دلوقتي يلاقي رئيس نادي عنده 32 سنة رئيس نادي شاب في مصر دي الوحدة حاجة تفرح يقول بالك انه البلد نفسها دولة نفسها توجهها شباب تمام برضو مرة اخرى محبش فاكرة الشباب والناس الكبيرة دول وحشين كل الناس عظيمة بس نازل يبقى فيه تنوى احنا عايشنا فترة ناس كبيرة بس الان في رئيس نادي في مصر بيلعب في الدولة الممتاز عنده 32 سنة وبيشرفني دلوقتي دكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة افندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك ربنا يخلي عليك كابتن كريم وبشكرك يعني على كلامك ده يعني انا عجباني الفكرة انا عجباني الفكرة بس انا هخش الحوار بشكل شوية غير تقليدي هو منين جات لك فكرة الادارة الرياضية ده دخلت فكرة الاندية يعني عارف انت قلت امين صندوق قبل ما تبقى رئيس نادي في المجلس السابق فكرة جات لك ازاي اصلا والسن المبكر دوت انك تاخد المناصب الكبيرة دي كامين صندوق وكرئيس نادي بص حركة انا طول عمري اولا يعني غير ان انا متربي في النادي وحياتي كلها طبعا بحكم وكان طبعا والدي كان رئيس النادي طبعا وانا متربي في النادي وصحابي يعني طول وقت متربيين في النادي يعني انا اصلا مشجع نادي بلدية عظيم يعني في الكرة وفي كل الالعاب انا يعني مشجع درجة ثالثة يعني مشجع للنادي سواء احنا موجودين في مجلس دارة او بره مجلس دارة انا كنت دايما بشجع كنت مشفع كرة في 2015 و2016 وعملنا لو حلق تفتكر كم في موسم مع كابتر رمضان السيد بلدية كنا بالنفس على الصعود المباراة الاخيرة اللي صعد فيها نادي الرجاء طبعا صحيح ومن بعدها حسيت ان يعني مش يعني عايز ادخل للنادي مع ان انا كنت ضد فكرة الانتخابات عمومة مكنش حاببها او حسيت انه لا يعني في حاجات انا ممكن اقدر اعملها اكتر لو انا موجود جوه النادي كان في حاجات كتير ما كانتش مساعداني ومن هنا بقى اخدت القرار واخدت القرار امين صندوق ممتاز ما اخدتش القرار على اي منصب تاني وكان حس ان الحتة او الجزئية المالية انا شوية مرتبط بيها في شغلي وملم بيها ده كان سؤالي هل ده طبيعة دراستك طبيعة شغلك عشان كده دخلت الادارة انت شغلك في اطار اداري ومالي انا يعني بعيد عن شغلي الخاص اصلا انا خريق كلية التجارة عظيم وعملت ماجستير تسوير رياضي والدكتوران ان شاء الله يعني مناشا في خلال قريب جدا في تحويل الاندية الاندية ازاي ان احنا نحاول الاندية الاندية ربحية يعني فمعبورا ده بس ده طبعا ماجستير جيه بعد بعد النادي فلما دخلت النادي اخترت امين الصندوق وشفت انه هو كان فيه مشاكل كبيرة اوي في الناحية ناحية الادارات المالية جوه النادي وكان فيه مشاكل فيه شؤون العضوية فكنت محتاج ان انا اولا ان يكون فيه حتة يكون فيها ثقة وامان وجزء مهم جدا انه كنت مشرف على الكورة كمان بتفويد من مجلس الادارة اربع سنين كانوا بحياة اربع سنين صعبين شوية كان فيه ازمات كتير جدا جدا في النادي سواء على مستوى الاداري او على مستوى المالي اثرت على كل تقريبا الالعاب كمان مرنا في الاربع سنين دول بكورونا فكان برضو كانت اثرت بشكل كبير جدا واخدت بقى القرار بعدها ان انا يعني لا يعني برضو حب نفس الشغف الحتة الاولانية بتاعت انه لا انا لو انا موجودة اقدر اعمل حاجة فربنا بقى وفقني باختيار طبعا الجماعة العمية اللي مشكرهم على وجودي في مجلس الادارة على الاسم مجلس دارة ومعايا الحقيقة مجموعة من في زمائل في مجلس دارة محترمين جدا 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 يعني